البغدونس هذا صدقوني بدون أي أسمدي كيماوي تقريبا ارتفاعها 40 سنط ليش؟ لأني حرفت التربة بشكل جيد وضفت السماد العضوي ومثل ما لكم شايفين النتيجة تتذكرون هين شنو كنت زارع؟ كنت زارع خطين خيار شمسي وخطين قطة راحة الخيار وراحة القطة وشن الموسم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الذي لا تأخذه السنة ولا نوم وحاليا نحن صرنا بنهاية شهر ثمانية شنو نقدر نزرع؟ نقدر نزرع البغدونس بعد شهر تسعة نقدر نزرع السلق والسبانق والخسوة إلى آخره وكل فيديو ان شاء الله راح اشرح لكم بتاريخ موعد زراعة السلق أو السبانق أو الجزر بموعده حاليا نحن صرنا نهاية شهر ثمانية وبدنا نزرع بزور البغدونس هاي البزور أوروبية معقمة البزور لونها طبعا بيج لكن معقمة بدوها أحمر النبت تصير كبيرة وتعطي فروعة كبيرة وورقة البغدونس تكبر كثير ايمت نقدر نزرع بذور البغدونس نقدر نزرعها تقريبا من نهاية شهر ثمانية لحتى ما ندخل بالشتوية تقريبا منتصف الشتة بس الدنيا صارت باردة وصار بيعدنا سقيع ما نقدر نزرع لا بذور البغدونس ولا غير البغدونس ليش؟ لأن التربة الباردة لو زرعنا البذور بيها البذور بدها تعفن وما تنبت لذلك كل بذربي لها موعد مخصص لها أما بالشتوية مثل ما ذكرت لكم وقت الصقيع ما نقدر نزرع جميع أنواع البذور حاليا إحنا مجرد ما صرنا بداية الخريف تقريبا بشهر ثمانية نقدر نزرع بذور البطاطا نقدر نزرع البغدونس نهاية شهر ثمانية أما باقي هذن الأشهر مثل شهر عشرة أو شهر داعش ممكن نزرع السلق السبانق الخس الجزر نقدر نزرع هاي الأشياء إحنا حاليا هنا لما كنا زارعين قطة وخيار حاليا نظفناهن جمعنا المخلفاتين ممكن نحرقهم أو نبعدهم عن الحديقة وبعدين حتى نزرع بذور البغدونس شنو لازم نعمل نحرث التربة بعمق شنو يعني نحرث التربة بعمق يعني نفلح التربة بشكل جيد بعدين نضيف السماد العضوي شنو يعني السماد العضوي يعني مخلفات الأبقار أو الماعز أو الطيور بعدين نرجع نفلح التربة من جديد حتى يتخلط السماد العضوي مع التربة وبعدين نقدر نزرع بدور البغدونس إما من خلال مساكب مربعات أو نزرع من خلال خطوط أنا كنت زارع البغدونس من خلال خطوط وماشاء الله صار ارتفاع البغدونس أكثر من 40 سنطي واللي متابعني يعرف هذا الشي بالنسبة اللي ما عم يشوفني عم أنشر أنا عم أنشر لكن ما عم أنشر فيديوهات على قناة أصرار الزراعة الكبيرة اللي عليها 7 مليون متابع صار بي عليها مشكلة وذكرت لكم ياها ونشرف فيديوهات وتكلمت عنها حاليا عم أنشر على صفحتي الجديدة بي عليها تقريبا بحدود 81 ألف متابع لا تنسون تتابعوني عليها لإني كل فيديوهاتي عم أنشرها عليها حاليا شنو بدنا نعمل نحرث التربة نضيف السماد العضوي نعمل خطوط نزرع بدور البغدونس ونستنى تقريبا شغلة شهرين وبعدين نرجع لكم بفيديو جديد نشوفكم شنو صار البغدونس وكيف اعتنينا به والفيديو الجديد راح أشوفكم بيو المراحل اللي مرت به نبتة البغدونس شنو نبتت شنو سقيناها شنو نسمدناها كل هذا راح تعرفونه بالفيديو الثاني أنا حاليا ليش نزلت لكم هذا الفيديو بدون ما شوفكم النتيجة حتى أذكركم أنه صار موعد زراعة البغدونس ونهاية شهر ثمانية كلكم تقدرون تزرعون بزور البغدونس حتى ما تقولون يا أبو صالح ليش ما ذكرتنا ووقت نصار موعد زراعة البغدونس هيا أنا عم أذكركم حتى تشوفون التالي كيف راح نزرع البدور وكيف راح نحرط التربة لا تنسون وتحطون إعجاب للفيديو وتعملون مشاركة حتى يصل لكل أصدقائكم وهذا راح يكون في ميزان حسناتكم وبالنسبة لللي ما يعرفني معاكم مروان منصور أبو صالح صاحب قناة أسرار الزراعة تابعوني على الفيسبوك أو اليوتيوب أو التوك توك ويا حياكم الله جميعا من كل البلدان السلام عليكم ورحمة الله هذا ابني صالح صراعنا إحنا وعب نحكيه هو طاير وراء الدجاجات أنا ما ليعرفان أخلص من الديك اللي طاير وراء الدجاجات ولا ابني صالح اللي طاير وراء الدجاجات شكرا لكم شكرا